بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكد الكاتب والأكاديم التركي يوسف كابلان أن العالم والعالم فقط لا يظلم إلا المسلمين وأثبتت غزة للجميع مرة أخرى أن الكفر ملة واحدة مشيرا إلى أن الشرق والغرب توحد في عدائهما للإسلام لتفاصيل الموضوع كونوا معنا حتى النهاية قال الكاتب التركي إن أربعة أشهر مرت على مجزرة غزة وتصلنا صورة مروعة من هناك بينما تدلي وزيرة المساواة والمرأة الصهيونية مايجولان الدنيئة والمثيرة للإشمئزاز بتصريح بمنتهى الوقاحة وبدون تردد تقول فيه إنها فخورة لتدمير غزة ولا يمكن اعتبار أمثال هؤلاء بشرة وأوضح كابلان في مقال بصحيفة ياني شفق أنه على صعيد آخر تواجه اقتراحات وقف إطلاق النار التي تقدمها إسرائيل في الأمم المتحدة رفضا من قبل الولايات المتحدة أحد أعضاء مجلس الأمن الدائمين لا يمكن تصديق ما يحدث حقا يكاد المرء يفقد عقله من شدة الغضب وتابع لقد اتحد العالم فقط في ظلمه للمسلمين وأثبتت غزة لنا مرة أخرى أن الكفر ملة واحدة فالشرق والغرب قد توحد في عدائهما للإسلام حيث أثبت كل من المعسكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والمعسكر الشرقي بقيادة الصين والهند أنهم لن يترددوا في التعاون والعمل معا لمحاربة الإسلام الصين من منافس للنظام العالمي إلى عبد له وبحسب الكاتب فإنه في عام 1992 نشر صمويل هنتي جنتون مقالا في مجلة فورين أفرز بعنوان صراع الحضارات وفي هذا المقال الذي حوله فيما بعد إلى كتاب حذر هنتي جنتون من إمكانية تحالف الصين مع الإسلام ضد الغرب ودعا إلى ضرورة منع حدوث ذلك لكن ما حدث يضيف قبلان هو أن الصين اندمجت في النظام الرأسمالي الليبرالي الجديد وأصبحت خادمة له مما أجبرها على إنكار تجرباتها الحضارية التي استمرت خمسة آلاف عام وبنت روح الصين وفي النهاية لم تتمكن الصين من مقاومة الضغوط الرأسمالية ورضخت لهيمنة الرأسمالية وقال معذرة لكنني لا أستطيع وصف بعض خبراء العلاقات الدولية إلا بأنهم متخلفون ومرتزقة فهم يصرون على التحدث باستمرار عن حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة بل وحتى عن حرب عالمية ثالثة قد تقع بين الدولتين في الواقع إن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية ضرورية لاستمرار وجود الرأسمالية بل هي فرصة لا تفوت فالرأسمالية تحافظ على وجودها وتعيد إنتاج نفسها من خلال هذه الصراعات الداخلية للنظام وشدد على أن القول بأن الصين ستصبح منافسا للولايات المتحدة هو إما جهل تام بما يجري أو محاولة للتحدث باسم الآخرين والدفاع عنهم ولكن ما أريد تسليط الضوء عليه هنا هو أن الصين قد خضعت للنظام العالمي الذي يهيمن عليه اليهود ولذلك ليس من قبيل المصادفة دعمها لإرهاب إسرائيل في ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في غزة وإرسال ستة غواصات إلى شرق البحر الأسود يتابع كابلان إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ومكانة الصين في النظام العالمي موضوع كبير يحتاج إلى نقاش مفصل في وقت آخر والأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن الصين تقيم علاقات عميقة مع إيران التي ستمزق العالم الإسلامي إلى نصفين من هذا المنظور يمكننا القول إن الصين تحارب الإسلام بطرق متعددة باعتبار أنها أيضا خادمة للنظام العالمي الصين والهند ينافسان الغرب في عدائهما للإسلام يتابع كابلان لا تقل الصين عداء للإسلام عن إسرائيل فمنذ عقود تمارس الصين مجازر إبادة جماعية مروعة ضد المسلمين في تركستان الشرقية دون أن يحرك أحد ساكنا إنه أمر مرعب حقا لم تتأخر الهند أيضا عن اللحاق بركب إسرائيل حيث أعلن جنود هندوس استعدادهم للتطوع في الجيش الإسرائيلي لقتل المسلمين بل إنهم عبروا عن شعورهم بالسعادة لقتل المسلمين فمن هي الهند؟ يتساءل كابلان لقد بلغت كراهية الهند للإسلام حدا مخيفا حيث تمارس مجازر جماعية ضد المسلمين ويطردون من البلاد لم تتطور العلاقات العسكرية والتكنولوجية بين الهند وإسرائيل بعد بينما تشهد الهند مجزرة مروعة ضخمة ضد المسلمين وهدما للمعالم التاريخية الإسلامية منذ أشهر فقد هدمت الهند رسميا مسجد بابري التاريخي الذي يعود تاريخه إلى سبعة قرون وتمارس الهند مجازر جماعية ضد المسلمين وتسعى لطردهم من البلاد فأين يحدث هذا؟ في البلد الذي يمثل أكبر تجمع للمسلمين في العالم هل رأيتم الآن كيف أن فكر التقسيم الهند المسلمة وإقامة دولة مستقلة مزعومة للمسلمين هي مجرد خطة بريطانية خبيثة وفي هذا السياق يثير قلقي بشكل كبير دور السير محمد إقبال كصديق للبريطانيين في ترسيخ هذه الفكرة الإنقسامية ولم تتردد الهند في دعم مجزرة إسرائيل في غزة نظرا لكراهية الإسلام التي بلغت ذروتها في الهند بل أرسلت جنودا متطوعين لقتال المسلمين في إسرائيل لقد فقد الهنود صوابهم في عدائهم للإسلام وباتوا لا يفارقون الصين في هذا المجال الكفر ملة واحدة يتابع كابلان ما إن بدأت مجزرة غزة حتى سارع رئيس الولايات المتحدة بايدن إلى زيارة إسرائيل وسارع رئيس وزراء بريطانيا الهندوسي سوناك إلى زيارة إسرائيل وأعلن المستشار الألماني شولز أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وأن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل وأنها منعت تنظيم أي مظاهرات في جميع أنحاء البلاد دعما للفلسطينيين وسارعت رئيسة وزراء إيطاليا ميلوني إلى زيارة إسرائيل لم تكتفي جميع الدول الأوروبية وأمريكا والصين والهند بالصمت على مجازر الأطفال في غزة بل أعلنوا دعمهم لإسرائيل وبذلك أثبتوا أنهم قد ارتكبوا جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب والخلاصة أن مجزرة غزة والإبادة الجماعية قد أثبتت بكل وضوح أن الكفر ملة واحدة ينهي كابلان قائلا نأمل أن تكون هذه الحقيقة الموجعة درسا يوقظ المسلمين ويعيدهم إلى رشدهم فبينما نحن نندب حظنا لعدم قدرتنا على إنقاذ غزة قد تكون غزة هي من سينقذنا يقول قبلان ذلك في ختام هذا المقال المهم والذي تحدث فيه عن العداء والتجمع ضد الإسلام والمسلمين مصداقا لقول الله سبحانه وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة الله عز وجل أمر المؤمنين أن يتحدوا في مواجهة الكافرين فمتى يفعل أهل الإسلام ذلك متابعين الأعزاء في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة